السلام عليكم حياكم الله اليوم بتكلم عن هاتف يعتبر من أقوى هواتف عام 2023 خلونا نتحدث عن هاتف شاومي 13T برو واللي بيبهرنا بمواصفاته في البداية خلونا نشوف محتويات الصندوق عندنا كفر بلاستيكي للحماية من الخدوش وأيضا الصدمات اللي ممكن تحصل على الهاتف عندنا كابل الشحن ونقل البيانات وأخيرا عندنا رأس شاحن بتقنية جان زي ما تشوفون هذه أحدى التقنية في الشحن وبقدرة 120 واط رأس الشاحن هذا ممكن يشحلنا الهاتف في 19 دقيقة فقط وهذا هو الهاتف هذا يجي لون من ثلاثة ألوان خصصتها الشركة هذا اللون اسمه Alpine Blue وهو لون يعني الأزرق الفاتح وجاي من الجلد وهذا الجلد نباتي فهو صديق للبيئة ملمسه كذا جميل طبعا إذا هو جلد معناته ما في بصمات للأصابع الهاتف زي ما تلاحظون مسطح بالشاشة وفيه انحناء بسيط بس هنا من الجوانب وهنا الكاميرات الخلفية واللي تعاونت شركة شاومي مع لايكا في إصدار هذه الكاميرات راح تشوفون خلال المراجعة تصوير الهاتف وكيف يظهر لنا صور نموذجية مخرجات رائعة تشبأ في الألوان وغيرها ما راح ندخل في هذا الموضوع الآن يعني مبدعيا نعطي لمحة بسيطة عندنا بصمة الأصابع بأسفل الشاشة استجابتها سريعة جدا وأكيد معروفة واجهة الـ M.U.E وهذه الواجهة اللي من شركة شاومي والواجهة معروفة يعني بسلاستها وبساطتها لما نسحب من أعلى اليمين يطلع لنا طبعا كل الخيارات في لوحة التحكم عندنا يدعم الـ NFC النمط القراءة الوضع الداكن وغيرها بالإضافة لدعمه إلى الريموت كنترول فإحنا نقدر نستخدمه كبادير لريموت كنترول من ناحية الشكل الخارجي لاحظوا هنا عندنا سبيكرات بالأسفل مع منفذ الشحن ونقل البيانات وهنا منفذ شريحتين سيم كارد من الأعلى عندنا سبيكر أيضا الأصوات جهورية فيه بالإضافة إلى منفذ الـ IR اللي ممكن نستخدمه كريموت كنترول والمايكروفون من اليسار ما في شي عندنا من اليمين أزرار رفع الصوت وتقصيره وأيضا زر إغلاق وفتح الهاتف وزي ما قلنا لوحة التحكم هنا داعمة لكثير من الخصائص والمميزات وراح أذكر لكم موجود الـ Dolby Atmos للصوتيات وتحسينها الـ NFC للدفع قريب المدى طبعا يدعم النوافذ المنبثقة إذا انت فاتح أكثر من تطبيق وتبغى واحد من التطبيقات يكون يعني يطفو على الشاشة كمربع صغير عندنا مسجل الشاشة ميشير وهذه الخاصية أو التقنية اللي تخلينا ننقل الملفات والبيانات ما بين هواتف وأجهزة شاومي أما إذا سحبنا من الجهة اليسرى هنا يطلع لنا التنبيهات والإشعارات اللي ظهرت لنا خلنا مسحها تطريقة المسح فيها جميلة فعلا خلونا بس أوريكم شغلة طبعا هنا لإغلاق التطبيقات تكون مصفوفة ومرتبة بالواجهة وشواجهة المستخدمة اللي موجودة فيه هذه هي ميوي 14 هذا هو الإصدار ونظام الأندرويد هو الإصدار الرابع عشر أما العتاد الداخلي طالما أنه اسمه شاومي 13T Pro فمعناته المعالج والرام مساحة تخزين بتكون من الفئة العلية فالمعالج هو من شركة ميديا تيك ديمين سيتي 9200 بلس أما الرام يجينا في الهاتف 12 جيجا بايت وعندنا صلاحية أننا نستلف أو نستعير من مساحة تخزين 6 جيجا بايت بعدين بتكون 18 جيجا بايت الرام يعني في الألعاب في التطبيقات الثقيلة مساحة التخزين 512 جيجا بايت وطبعا يدعم خدمات جوجل بالكامل زي ما تشوفون أمامكم طيب خلونا نتكلم عن أحد النقاط المهمة وهي كاميرات الخلفية وكاميرات السيلفي اللي موجودة بأعلى الهاتف الصور اللي بتظهر لكم الآن ما تم التعديل عليها نهائيا كلها تم أخذها من الهاتف ووضعها بهذا الفيديو حتى تشوفون مخرجات الهاتف بالكامل طبعا التقط صور عن طريق كاميرات السيلفي التقط صور بنهارية صور بالعدسة الواسعة وصور بعدسة البورتري وأخذت زوايا متعددة في بيئة مشمسة وفي بيئة ليلية وسويت زوم عالي جدا حتى تشوفون كيف الزوم تحسن فعلا في طبعا منتجات شركة شاومي في تصوير الفيديو في تصوير اللقطات ذات الحركة السريعة سواء الكاميرا الخلفية أو الكاميرا الأمامية اللي أعجبني فيه أنه موجود فيه نمط اللعب هذا تطبيق تدخله يتحكم لك في الألعاب يتعرف تلقائيا على الألعاب اللي أنت حملتها على الجهاز ويعمل على أنه أول ما تفتح أي تطبيق من هذه الألعاب يعمل على تحسين وتسريعة رفع الكفاءة والأداء حتى يكون الجهاز متوافق خلال فترة لعبك طبعا مهم جدا نظام التبريد اللي موجود في الجهاز 34 درجة مئوية في عندي لعبة أيضا سبايدر مان حملتها هذي واحدة من اللعب شوفوا game turbo اللي طلعت بالأعلى هذي تورينا أنه الجهاز تحرف على اللعبة اوه شكل هذي اوه فيها fighting وكذا ليش أشتري هيرو ولا هو نفسه اوكي يلا play اوه عنده حركة ايوه ايوه ويزلج اثنين ومعدل تحديث البيانات الحين صار جدا مهم اه بخصوصا يعني في الالعاب اللي فيها حركة وسرعة لاحظوا كيف الشاشة يلا نقفل اللعبة ونقيس الحين حرارة الجهاز 36 منها 34 انا شوفها جدا رائع يعني بالنسبة للأداء نجاسة علعب تقريبا ثلث ساعة انه يرتفع درجتين شيء جميل جدا هذي كانت مراجعتي اللطيفة والخفيفة ان شاء الله للهاتف ذكرت فيه اهم يعني الامور اللي تعتبر كتجربة للمستخدم وتهمك انت كشخص يحب يقتني الهاتف او حاب يتعرف على معلومات عنه راح حطوكم في صندوق الوصف بالاسفل رابط هذا الهاتف موجود فيه مواصفات بالكامل بالاضافة الى رابط الشراء واذا اعجبكم المقطع يريد تضغطون على الزر الاعجاب حتى يصل لاشخاص اكثر وشاركوه مع اصدقائكم واحبابكم بالاضافة انه يشرفني ايضا انكم تضغطون على الزر الاشتراك وتنضمون كاحد المنتسبين للقناة هذه اطيب تحية من اخوكم طارق الجاسر التقيكم على خير في مراجعة اخرى وفي امان الله